وبيخلص الفيلم بيبدأ الفيلم بسلاحف النينجا وهم رايحين يتفرجوا على مطش كرة سلة وفجأة بيشوفوا الأخبار على شاشة العرض وهم بيتكلموا عن واحد اسمه فيرن وعملين يوصفه بالبطل لأنه تخلص من عصابة شريدر اللي وحده وبيكون فيرن موجود وبيتفرج على مطش السلة وأول ما بتشوف المزيعة بتعمل معاه لقاء صحفي وبتبدأ تسأله إزاي قدر يتغلب على شريدر اللي وحده بس قبل ما يرد عليها بيدربوا السلاحف بالورق من فوق الملعب وبيفضلوا يرخموا عليه شوية وده لأنه هم اللي قضوا على عصابة شريدر بس طبعا مش يقدروا يعترفوا بده لأنهم مش عاوزين حد من البشر يعرف حقيقتهم في اللحظة دي بتتصل بيهم صديقتهم إبريل وبتقولهم إن فيه دكتور اسمه باكستر بيشتغل مع شريدر وعلى الأغلب كده بيخطط يخرج شريدر من السجن وبتطلب من دوناتيلو يعلمها ازاي تختارك موبايل باكستر وده عشان تتأكد إذا كان كلامها صحة ولا لأ فبيعلمها دوناتيلو طريقة تختارك موبايله بيها وده من خلال الساعة متطورة اللي ادهالها قبل كده وبيعرفها إنها لازم تكون قريبة من الموبايل عشان عملية الاختراك تنجح فبتروح إبريل تتكلم مع دكتور باكستر وبتحاول تجاريه كده في الكلام عشان تختارك موبايله ولكن للأسف بتلاقي باكستر بيد موبايل بتاعه لواحد من رجالته فبتضطر إنها تروح وراه لحد ما بتقدر تنجح في الاختراك وقتها بيكون السلاحف مندمجين مع مطش السلة وبالغلط بتقع قطع ببيت زي مايكل أنجلو في الملعب فبيتزحلق واحد من اللاعبين وهنا بيتضطروا إنهم يهربوا بسرعة قبل ما حد يشوفهم وفي طريقهم للبيت بتتصل بيهم إبريل بعد ما اختاركت الموبايل وبتقولهم إن الشرطة هينقلوا شريدن النهاردة لسجن تاني ولكن رجالته بيخططوا يهربوه فبيروح السلاحف يتكلموا مع معلم سبلينتر وبيحكولوا كل اللي حصل وساعتها بيأمرهم يتحركوا فورا ويمنعوا رجالة شريدر قبل ما يحرروا وفي الوقت ده بتكون العصابة ماشية ورا عربية الشرطة اللي فيها شريدر وبيبدأوا يحطوا متفجرات على العربيات التأمين وبيفجروها وبعدها بيطلع اتنين منهم فوق عربية شريدر عشان يكسروا السقف ويخرجوه ولكن فجأة بيظهر السلاحف وهم ركبين العربية بتاعتهم وبيحاولوا يتصدوا لرجالة شريدر وساعتها بيخرج رفاييل وبيقدر يتخلص من افراد العصابة اللي ركبين موتسيكلات وقتها بييجي باقي العصابة وهم ركبين طيارة هليكوبتر وبيكسروا سقف عربية شريدر من خلال مغناطيس عملاق وقبل ما يهرب شريدر بيحاول السلاحف يمنعوه ولكن دكتور باكستر بيشغل جهاز متطور وبينقله عن بعد لسفينة فضائية وهناك بيقابل شريدر كان فضائي اسمه كرانك واللي بيقوله ان جهاز النقل عن بعد ده يبقى بتاعه وانه بعته لكوكب الارض عشان يبدأ خطته ويسيطر على الكوكب وبيعرفون لسه في جزئين تانين من الجهاز موجودين في اماكن معينة على الكوكب وانه لو قدر يجمع التلت اجزاء دول هيقدر يفتح بوابة وهيبدأ يجيب آلة حربية تساعده في السيطرة على كوكب الارض فبيقوله شريدر انه ممكن يساعده في المهمة دي بس المشكلة ان سلاحف النينجا هيقفوا في طريقه وهيعطلوهم عن خطتهم فبيديلوا كرانك مادة كيميائية وبيقولوا ان المادة دي هتساعدوا جدا في مهمته وبعدها بيفتح بوابة وبينقلوا لكوكب الارض مرة تانية في اللحظة دي بيحاول السلاحف يعرفوا ازاي شريدر اختفى وبيكتشفوا ان تم نقله عن بعد فبتقول لهم ابريل انها لازم تختارك الكمبيوتر بتاع دكتور باكستر لان الراجل ده ادي راعي اليمين بتاعه شريدر واكيد مسجل عليه كل الخطط بتاعتهم وفي الوقت ده بيكون في محققة اسمها فينسنت بتتكلم مع مجموعهم الزباط وبتبدأ تحقق معهم في قضية هروب شريدر فبيقول لها الزابة جونز انه شاف عربية فيه اربع سلاحف وان السلاحف دول كان بيحربوا عصابة شريدر فبتتاريق عليه المحققة فينسنت وبتسيبه تمشي وبتروح بعدها لتنين مساجين اسموهم بوب وروكست ودول كانوا موجودين في العربية اللي فيها شريدر وهربوا معاه وبنشوفهم وما بيشترهم بيلات من واحد صاحب بار وفجأة بيلاقوا شريدر جاي يتكلم معاهم وبيعرض عليهم يشتغلوا معاه ولما بيمشوا بييجي الزابة جونز وبيسأل عليهم صاحب البار فبيجذب عليه صاحب البار وبيقولوا انه معرفش عنهم حاجة فبيفهم جونز ان صاحب البار بيجذب عليه فبيكسر له كبيات وزاعتها بيضطر صاحب البار انه يعترف له وبيديله جهاز تعاقب للموبايلات اللي ادهالهم وفي الوقت ده بيروح شريدر مختبر الدكتور باكستر وبيبدأ يديله المادة الكيميائية اللي اخدها من كرانج وبتكون قبري الموجودة هناك كده وعملت رائبهم وبتشوفهم كمان وما بيحقنوا الاتنين المساجين بوب وروكست بالمادة الكيميائية فبيتحولوا لحيوانات عملاقة فبتلاقي ابريل الحقنة اللي اتحقنوا بيها وبتبدأ تسرع عينة من المادة الكيميائية وبتطلع تجري بس رجالة شريدر بيشوفوها وبيطلعوا يجروا وراها لحد ما بيحصروها في الشارع وبالصدفة بيشوفها جونز وبييجي يدفع عنها وبتقع المادة الكيميائية في الشارع وبيلاقيها ظابط شرطة وفجأة بيظهر السلاحف قدام جونز وبيكون خايف منهم وبيفتكر كده انهم عاوزين يكلوه بس ابريل بتطمنه وبتقوله انهم صحابها وبتدل دوناتيلو الحقنة لسرقتها وبتحكيله كل اللي حصل فبيروحوا كلهم مخبأ السلاحف تحت الارض وبيقولهم دوناتيلو انه ممكن يعرف مكان بوب وروكست من خلال المادة اللي اتحقنوا بيها وبالتالي هيوصل لمكان شريدر بسهولة وقتها بيشوف جونز قدامه المعلم سبلينتر وبيقولهم ان فيه فرع ملاق موجود معاهم فبيتريع عليه السلاحف وبيشجعوه انه يهجم عليه بس سبلينتر بيدربه وبيوقع على الارض وبيرحب بيه في بيته وفي نفس الوقت بيتكلم شريدر مع بالمر المساعدة بتاعته وبيأمرها تروح تجيب المادة كيميائية من مركز الشرطة بنرجع بقى تاني للسلاحف وبنشوف دوناتيلو وبيتكلم مع ليوناردو فبيبدأ يوريله حاجة اكتشافها وهي ان المادة كيميائية دي ممكن تحولهم لبشر وده لو عملوا تعديل على التركيبة بتاعتها فبيتصدم ليوناردو وبيقولوا ان التجربة دي خطيرة عليهم وانهم ما يعرفوش ايه عواقبها وبيطلب منه ما يعرفش اخواته عشان ما يفكروش في الموضوع دوت بس بيكون مايكل انجولي سامعه وبيروح يبلغ رافاييل وساعتها بيتدايق رافاييل وبيروح يتخانق معاه عشان خب عليه وده لان نفسه يتحول لبشر فبيتدايق لويناردو وبيشد معاب الكلام لحد ما بيقعدوا ناتيلو وبيقولوا ان شريدر سرق حاجة من المتحف ولازم يعرفوا سرق ايه فبياخدوا لويناردو وبيروحوا المتحف لوحدهم وساعتها بيكرر رافاييل يسرق المادة كيميائية من مركز الشرطة عشان يتحول لبشر ولما بيوصل السلاح في المتحف بيكتشفوا ان شريدر سرق قطعة من جهاز النقل عن بعد وبيستنتجوا كده انه عاوز ينقل حاجة من بعد تاني وفي اللحظة دي بيقول رافاييل لابريل وجونس انه عاوز يسرق المادة كيميائية من مركز الشرطة وبيطلب منهم يساعدوه فبتتردد ابريل في البداية لان خولي يوناردو ما يعرفش حاجة عن الموضوع دوت بس بعدها بتوافق وبتروح تتكلم مع صديقها فيرن وبتطلب منه يساعدهم في عملية السرقة دية فبيطر فيرن ان يوافق لان مايكل انجلو بيهددوه وبعدها بيروح مركز الشرطة وبيتصور مع الزباط عشان يشتتهم لحد ما بتدخل ابريل هيو جونس وبيتفاجئ ان رجالة شريدر موجودين هناك وسرقوا المادة كيميائية فبييجي السلاحف وبياخدوا منهم المادة بس الزباط بيشوفوهم وبيقبضوا عليهم وساعتها بتيجي ابريل وجونس وبيخلوهم يهربوا فبتقبض عليهم المحققة فينسنت ولما بيرجع السلاحف للبيت بيسألهم سبلينتر عن اللي حصل وبيقولوا يناردوا متعصب لان رفاييل هو السبب في المشكلة فبيحاول سبلينتر يهديه وبيفهموا انه هو القائد وانه لازم يحترم اخواته ويجمعهم حواليه عشان يتخلصوا من الاشرار وقتها بينادي عليهم دوناتيلو وبيقولهم ان بوب وروكست اللي اتحولوا الحيوانات موجودين دلوقت في البرازيل وعلى الاغلب بيدوروا على القطع الاخيرة من جهاز النقل عن بعد وفعلا بنشوفهم وبيلقوها وبيتصلوا على شريدر عشان يعرفوه وبيقولوله انهم هيركبوا الطيارة ويرجعوا تاني لمدينة نيويورك بس في الوقت ده بيكون السلاحف ركبين الطيارة وفي طريقهم للبرازيل عشان يمنعوهم وبيكتشف دوناتيلو انهم راجعين نيويورك والطيارة بتاعتهم تحتهم فبينط كلهم الطيارة عشان ياخدوا منهم القطع الاخيرة مع هذا رفاييل بيكون خايف جدا فبيفضل يشجع في نفسه لحد ما بينط وبينحرف عن مصاري الطيارة بس اليوناردو بيمسكوا وبينقذوا في اخر لحظة وبيبدأوا كلهم يدخلوا طيارة المتحولين فبيبدأوا يتخنقوا معهم وبتدور منهم معركة شرسة وبدون وعي بيدرب عليهم روكست نارم الدبابة وبيدمر الطيارة تماما لحد ما بتقع بيهم في البحر وبيحاولوا ياخدوا منهم القطعة بس المتحولين بيمنعوهم وبيكون معاهم القطعة وبيقع السلاحف من فوق الشلال بنروح بعدها لإبريل وجونز وهم موجودين في مركز الشرطة وبيتم التحقيق معاهم بخصوص سلاحف النينجا وأول ما بتخرج المحققة بيسرقوا منها الموبايل وبتتصل إبريل على فرن وبتطلب منه يروح مختبر الدكتور باكستر وأنه لازم يجيب دليل على أنه متعاون مع شريدر وبيخططوا الحاجة شريرة جدا فبيوافق فرن وبيروح المختبر وبيسرق كاميرا من هناك ومن سوق الحظ بيقدر باكستر يجمع الثلاث قطع بتوع الجهاز وبيبدأوا يشغلوه عشان يفتحوا بوابة عن بعد وقتها بيروح فرن المحققة وبيديها تسجيل الكاميرات وأول ما بتشوفه بتخرج إبريل وجونز من السجن وفجأة بيلاقوا سحابة كبيرة غطت المدينة بالكامل وبيفهموا من كده أن البوابة تفتحت وأول ما بيعرف السلاحف الموضوع بيكونوا مش عارفين هيخرجوا للمدينة إزاي خصوصا بقى بعد ما الشرطة شافتهم وعرفوا كل حاجة عنهم فبيقترح عليهم دوناتيلو أنهم ياخدوا جزء من المادة الكيميائية عشان يتحولوا البشر وساعتها طبعا هيقدروا يخرجوا وينقذوا المدينة بس رافايل بيرفض وبيكسر الإزازة اللي فيها المادة وبيقولهم أنا كنت غلطان لما كنت عاوز أتحول لبشر وبعدها بيخرجوا من المغبأ بتاعهم وبيلاقوا إبريل والشرطة مستنيينهم وعلى عكس ما توقعوا بيتفاجئوا أن الشرطة قرروا يساعدوهم وده عشان يقفلوا البوابة قبل ما يحصل كارثة وفي نفس الوقت بيتكلم الدكتور باكستر مع شريدر وبيقولوا أن البوابة تفتحت بالكامل ودلوقتي فرصتهم عشان يحكموا العالم كله فبيقطعوا شريدر وبيقولوا أنه كان بيخدعوا طول الوقت ده عشان يخرجوا من السجن وبعدها بيخلي رجالته يحبسوه وبيروح يقابل كرانك الكائن الفضائي وبيقولوا أنه ننفس كل أوامره وده بقى فرصتهم دلوقتي عشان يحكموا كوكب الأرض فبيسخر كرانك من كلامه وبيقولوا أنه محدش هيحكم كوكب الأرض ده غيره وبيجمده وبيحبسه في السجن جوه السفينة الفضائية بتاعته وقتها بيحاول جونز يشتت المتحولين وده عشان إبريل وفيرن يقفلوا البوابة وأخيرا بيقدر السلاح في وصله لكرانك وبيبدأوا يحربوه لكنه بيكون أقوى منهم وبيهزمهم بكل سهولة وساعتها بيطلب دوناتيلو من مايكل أنجلو يسرق قطعة معينة من الآلة الحربية بتاع كرانك عشان يوقفها وفعلا بيقدر مايكل أنجلو يسرقها ولكن كرانك بيسحبه ناحيته وبيحاول يمنعه لحد ما بيتعاون السلاحف مع بعض وبيقدروا يهزموه وكمان بيكسر جونز الجهاز وبيقدر يوقف البوابة وأخيرا بتنجح خطتهم وبيرجع كرانك للسفينة الفضائية وبيخرج برى الكوكب خالص وبعد فترة بيتم تكريم السلاحف النينجا وبتديهم المحققة فينسنت مفتاح المدينة وبتشكرهم جدا أنهم أنقذوا كوكب الأرض وبيخرص الفيلم أنا عارف أن أكيد الفيديو عجبا فيا ريب بقى ما تنسناش باللايك والسبسكرايب والأهم كمان أنك تفعل الجرس عشان يوصلك ملخصاتنا أول ما تنزل ونلقاكم على خير في ملخص قادم إن شاء الله مع السلام